أهلا بيك يا أدالي أهلا بيك يا عمر كل سيارة طيبة وإنت طيب إيه آخر أخبارك الفنية عايزين نغشيشها كده لجمهورك أنا دلوقتي بصور فيلم مع مصطفى شعبان فيلم أكشن على اللي فيلم أكشن جدا وبصور كمان بحضر دلوقتي لمسلسل وبعمل إيه تاني بعمل مصرحية مع أستاذ نور الشريف بنحضر له بنعمل بروفوت دلوقتي طي مش حاسة بتشتت أصدق عشان بعمل كذا عمل يعني مع بعض في وجه نظر بتقول إن الكذا حاجة دول بيأثر على داليا ويأخروها بينها من بنات جيلها لا خالص أنا بعمل إيه عشان بعمل تلفزيون ومصرح وكده مع بعض ده أخرها فعلا لا ما أخرهاش لإن هقولك ليه أنا عمري ما بدخل حاجتين في مضطرة ده داليا عشان أنت لسه في مرحلة الانتشار مضطرة لده أنا مش فاهمة يعني إيه مرحلة الانتشار مرحلة الوجود أيا كان مستوى للعمل الفني لا أنا عمري ما عملت ده من بدايتي يعني من بعد محاميه لا لو قلنا البداية كان فيه فيلم عشان ربنا يحبك الفيلم ده ما حدش حبه ما علينا ما علينا إحنا بنتكلم على المستوى اللي على الانتشار على المستوى ما أنت بتقولي بيحاول دائما ألاقي أنا بعد عشان ربنا يحبك أعدت ثلاث سنين عشان أعمل الفيلم اللي بعده اللي هو محاميه تعرض علي حاجات كتيرة جدا وما عملته طيب إيه اللي أول قلبك شا أنت عملي أول فيلم طالما لسه مش مستعدة تمثلي لا لا أنا مقولتش كده على الفكر أنت مش مركز معي يا عمور تاني هقول تاني بقول أنت بتقول مرحلة انتشار الانتشار يعني أن أنا أعمل حاجات كتيرة قوي بسطب سألت إيه مش مركز يعني إيه مركز والله لا أنت مش مركز إزاي لا أنت مش مركز أنت بتقولي أنا أول فيلم عملته قعدت بعده ثلاث سنين عشان أختار فيلم تاني أيوة مرحلة الانتشار يعني إيه يعني مرحلة الانتشار يعني إيه إن أنا أعمل حاجات كتيرة قوي بغض النظر عن مستواها المهم إن أنا بقى متواجدة ده عمره محصل ليه مش الفيلم ده بيانتشر في القناة الفضائية يعني بعد ما تصور لا 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 أنت بتتكلم بقى بعدها بخمس سنين أنا بتتكلم في البداية أنا بدأت عملت عشان ربنا يهبك بعد ديه بثلاث سنين عملت محامي خلع بعد محامي خلع بسنة ونص عملت سنة أولى نصب وبعد ديها قعد تسع شهور في البيت برضو تعرض علي حاجات كتيرة قوي بس ده مش يحصل دلوقتي دلوقتي في فيلم ومسلسل ومسرحية لا ده لأ إني أثبت نفسي ده حاجة تانية بقى لأ أنا أثبت نفسي فبقيت مطلوبة بس بنظم وقتي إن أنا بخدش كذا في ناس بيعملوا 3-4 أفلام في نفس الوقت أنا بعملش ده أنا بركز اتفضل أنا شايف إنك عديت مرحلة الانتشار نعدي الموضوع ده إنت لو عايز شايف إن أنا في مرحلة الانتشار أوكي الانتشار في انتشار جميل ما وفي انتشار كويس إيجابي بالزبط أوكي يبقى أنا مشيها انتشار إيجابي نكلف الانتشار الإيجابي ماشي داليا خلاص عدت مرحلة الانتشار الإيجابي أوكي ووصلت لمحامي خلع مظبوط شايف إن محامي خلع كان إضافة يعني يعني عايزة أقول لك ساعتها ما كنتش بفكر إضافة مش إضافة أنا كنت بعمل عمل مع مخرج كبير زي أستاذ محمد ياسين من تأليف أستاذ كبير زي وحيد حامد مع نجم ليم جمهوره زي هاني رمزي ما كنتش بفكر كنت متطمنة عشان في ناس ثانية شايلة الفيلم عارف بالوقتي كنت متطمنة؟ أه طبعاً لايمكن كانش حد يعرفني ساعتها خالص علا وهاني رمزي حسيتي إنك متطمنة وانت جنبها طبعاً كنت متطمنة عن الفيلم الأولاني الفيلم الأولاني يعني بعد ما فشل الفيلم الأول خلاص قررنا نحن نركز كويس قوي وما نخدش تجربة إلا بعد ما ندرسها كويس قوي لا أنا مش زعلانة على الفيلم الأولاني ولو رجع بي الزمن كنت حدخل نفس الفيلم رغم إنه فشل؟ هو ما فشلش ممكن يبقى دي وجهة نظرك هو مقياس النجاح أو الفشل إيه؟ إنه ينجح يا مدياً يعني يجيب إراد أو إنه ينجح لمستوى الجمهور هو العمل كده ولا كده لا 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 معلش هو نجح جماهيرياً لما نزل على القنوات وعايز أقولك فيه أنواع من الأفلام خصوصاً بتاعت أستاذ رقفة الميهة فيها شوية فانتازيا ممكن أبتدي أفهم واستوعي بالفيلم ده فزورة يعني بعد ثلاثة أربع سنين فزورة يعني فزورة يعني لا خالب ثلاثة أربع خمسين سنة محتاج مستوى تاني مش شبه الأفلام اللي هو الخفيفة اللي عود يعني تفرج عليه وانا بيكو يعني أنت دلوقتي تعملي أفلام خفيفة؟ انت عايز تستفزيني على فكرة بس لا أنا بسألك دي وجهة نظر إيه الفرق بين أول عمل كان محتاج أربع سنين عشان نفهمه وأعمال خفيفة دلوقتي تعملوا وإحنا بناه كله وإحنا نتفرج على حاجة تانية ممكن لا أنا مقولش إن أنا بعمل أعمال كده الحمد لله أنا كل أعمالي بختارها بـ يعني حتى لو فيلم كوميدي بيبقى فيه فكرة بيبقى فيه نجوم الناس تحبها بس أنا بقول عمتا عن الفيلم ده أوكي قدمتي أفلام استعراضية كتير زي سنة قولة نصب ويوم من عمري وحرين كده مش استعراضي طيب علاقاتك في الوسط الفني ها كويس ليه بيقولوا إنها فشلة ولما صلحتيها رجعت داليا تنتشر وتشتغل مسرح وسينما وتلفزيون وإذاعة وكل حدا علاقاتي في الوسط فشلة يعني دي وجهة نظر شايفة إنك دخلتي متعالية ومغرورة الوسط أنا شايفة بردو وجهة نظري إن أنت مزيع حد جداً وبتقول كلام بس ده وجهة نظري بس بردو أنا أحترم وجهة نظرك لا استطاب استطاب ايه داليا؟ لا ليه استطاب ليه استطاب ينا مش هينفع كده إن نقعد نقول حد ومش حد ليه لا لا ده يعني إزاي انت شافت دي حدة؟ انت شافت دي حدة؟ بس بس انت بتكلم مع واحدة كان أصلا مزيعك كويس اوكي لو هنشيل تشيل بقى الفقرة دي يا إما تسيب رادي عليك هشيل إيه؟ أسيبك وأنت قدام الناس بتقول إن أنا مزيع حد إنك بتقولي إن مزيع أنت حد؟ حد ده إنت قلت رأيك فيها إنت مفروض تبقى كمزيع محيد الناس هتشوف إن ده غرور ده عشان مصلحتك لا 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 بص هقولك حيك الناس هتشوف إن ده تعالي خلاص سيب الناس تحكم علي مش عايزة ضرك أنا بحبكم مش عايزة ضرك لا سويني سويني بس إنت قد دي يبقى أنت قلقين من حاجة لا خلاص أنا شايفة نكمل تصوير عادي و باي كده المونتاج ده للمخرج جاوبة لطيف قوي على فكرة موت يلا فايف فور سري تو ون نج مداليا البحيري أيوة فيه ناس بتقول إحنا مستوكل فني كويس في السينما قريب قوي من مستوى عريزة الزياء على المسرح مش فنان السينماي ده حاجة جميل لإن أنا مستوىك عريزة الزياء الحمد لله كأن الناس كلها بتوشيد بي فإذا مستوىك ممثلة زي مستوىك عريزة الزياء أنا بقى سعيدة جدا بس عرض الزياء مفيش فيه إحساس يعني عرض الزياء مجرد شو بس لا 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 ده وكهة نظر حضرتك وكهة نظري بقى ونظر الناس كتير قوي بيشتاروا في الموضوع ده إن ده موهبة إما أي واحدة كان جسمها حلو عرض الزياء موهبة لا طبعا لا هيك لو أكيد طب ليه بتتعاملي بقى السينما بنفس المنطقة عرض الزياء؟ عمري ما عملت كده الناس بتشتكي بتقولنها ما بتلحقش تركز في الحوار الناس بتشتكي من إيه بقى؟ إن ما تلحقش تركز في الحوار ده أنا عندي مشكلة إن أنا ولا في المشاعر بسبب كتر اللبس وبسبب الميك اوب يعني أولا أنا عمري ما كنت أوفر في أي حاجة لا لبسي ولا في الميك اوب بتاعي دي وجهة نظر وأنا بقى أرد عليها أنا حاسة إن مشكلتي إني بتتكي عالكلام زيادة فالوجهة النظر دي أنا أحترمها بس أحب أرد عليها بالعكس أنت كمزيعة كنتي يعني هايلة جدا سوبرستار يعني مرسي وكلنا هنفخر بشاهدة مدام سنة بنا يخليك لكن تشايف أن ده تحقق في السينما بيأتي سوبرستار لا أنا ما وصلتش لله أنا عايزة في السينما يعني في حريم كريم عالفيلم خمس بنات أو أربع بنات ومصطفى أمر نجم طبعا سوبرستار فتشايف أن بص أنا ما عنديش الكمبلكس إن أنا ما اشتغلش مع بنات ما عنديش عقدة إن أنا ما اشتغلش مع بنات جيلي ونبقى كتير في فيلم واحد بالعكس دي قوة إن انت تشتغل مع كذا بنت وتثبت نفسك ويتقال الله دورها عملته مميز ليه لا يعني أنا شايف أن دي حاجة حلوية هتخلص قريب مرحلة الانتشار دي يعني الانتشار الإيجابي اللي هي من وجهة نظرك أو عيدك إنها هتخلص إذا هي ما كانتش خلصت بالفعل ومدايقاك قوي موضوع انتشاري لا خالص مش دايقاني خالص أو مدايق أي حد دي وجهة نظره قريب إن شاء الله هبطلها يعني طيب هل في حد معنا من الجمهور يحب يشارك في الحوار اللطيف ده؟ ياريت حضرتك من شوية كنتي بتقولي إن فيلم عشان ربنا يحبك نجح طبعا ده النقيد بتاع حضرتك إن الفيلم فشل فشل زريع كم في الترفيزيون أو في السينما؟ كلمة نجح مهيريا؟ مهيريا فشل طبعا أنا بتكلمش على كده في الترفيزيون فشل أنا ما عارضتش في ده في الترفيزيون فشل أوكي خلينا مسقيم التفقين خلاص خلاص ماشي لا معليش سوريا لا معليش ما ينفعش مش عايزين بس لا لا يا عمر خليها تكمل أنا ممكن أقول فشل ماشي لا أنا واحدة من الجمهور ويهموكوا رأيي طيب خلاص أوكي لو في سؤال تاني؟ لا خليها تكمل خليها تكمل أنا هيدا عايزة أسمعها إزاي يعني تحجره على رأيي؟ لا تفضل قولي تفضل خلاص كفاية ماشي في حد تاني عايزة تكلم طيب أوكي فيلم محامي خلع حضرتك قدمت دلوقتي قضية إن دي ست إرستقراطية جدا وقضيتها أصلا مش مطروحة في موضوع الخلع إزاي واحدة عايزة تتيب جوزها عشان تنملت منه سوريا معليش أوضحي همي لا معليش انت عشان مش إرستقراطية ما معليش يا قال ليش إرستقراطية فإن مش فهمه الخلاص اوكي حد عندنا سؤال تاني سوريا حد عندنا سؤال تاني يلا حد رأيتك إنت ممثلة فشلة وعوزة تدينا أحاء أنت عندك إحساس ممثلة إيه؟ لا 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 تتوقع لا طريق مش عارفين تتكلميه طريق ما حتمر قوة الرأيه لا دول ما يعرفوش تتكلمه يا طريق يا كريم هدف حد يعرف تتكلم